موسيقى موسيقى سعادة الفريق ياصر العطاء نعيش الآن ذكرى 19 ديسمبر أيضا الثورة المجيدة مرحبا بك عبر آنة الشروق ولك أن تحيي الشعب السوداني عبر القناة في البدء لا بد أن نترحم على شهداء بلادنا شهداء الوطن الغالي عبر تاريخه في الحرب والنضال الطويل الممتد عبر سنين طويلة كما أحيي شهداء صورة ديسمبر المجيدة وعاجل الشفاء للجرحة والمصابين وربنا يعود إن شاء الله أسر المفقودين إلى زويهم ولهم منا كل التحية ولكل الشعب السوداني بالذكرى الأولى للصورة الشامخة المجيدة الباغية التي بإذن الله ترتغي بهذا الوطن إلى مصاف طموحات شباب بلادنا الشوامخ سعاد الفريقة نحيي معك كل شعب السوداني كل عام شعب السوداني بألف خير يعود على الوطن الكريم والسلام مستدام إن شاء الله أبدأ معك بأول محطة ونحن نشهد وتشهد أنت في جبا عاصمة جنوب السودان مفاوضات السلام بينكم وبين وفض الحركات المسلحة أقبات السلام أو أقبات المفاوضات نحن لا نغلو لعقبات لكن هو أولى مهام الصورة المجيدة هي تحقيق السلام بعد الحرية هذه المهمة كلفنا بها هذا الشعب العظيم وبإذن الله سنقوم بإنجازها نعم 30 عام من الكبت 30 عاما من المرارات من الأحزان لحملة السلاح لجزء من أبناء الوطن خارج حضن الوطن تشريد وتغييب وهجرة دون الإرادة غير إرادة طموح الإنسان أن يبقى في وطنه عزيزا كريما دون تمييس لا بد أن هناك بعض العترات هناك بعض الإشكالات ناتج عن هذه المرارات الطويلة عبر تلك السنين لكن نحن عاقدون العزم بأن نتجاوزها هنا وهنالك لكن مسيرة السلام بإذن الله ماضية إلى تحقيق آيات آياتها آياتها كاملة وسنسلم مهمة السلام كاملة عبر وسيغة ترضي الجميع ويتوافق عليها جميع أبناء الوطن الغالي أن نسلمها إلى أبناء الصورة هذا الشعب العظيم بإذن الله غريبا سعد الفريق تتعالى أصوات بنقل المفاوضات من جبا إلى مكان آخر هذا كان في السابق لكن الآن ليس هناك أصوات كهذه كل الإخوة في الجبهة السورية وفي قطاع الشمال جناح الأخ الفريق عبد العزيز الحلو كلنا مؤمنين وموغنين بأن هذا المنبر هو الأغرب لنا هذا المنبر هو باركته كل دول الجوار وكل الإغليم والمجتمع الدولي فنحن الآن في جبا في مفاوضات في حوار هادي هادف بناء لأجل الوصول الاتفاقية السلام ترضي جميع أبناء الشعب السوداني بإذن الله رمزية جبا كمي بارتفاوضي جبا هي عاصمة وحاضرة جنوب السودان الشغيخ وزي ما قال وهنا أحيي فخامة الرئيس الفاكير مياردت الذي هو بادر باستضافة كل أبناء وأشقائه في السودان إلى جبا وتداعو لبناء سلام في شمال السودان وفي جنوب السودان حتى يعم الخير نحن جبا هي أشواق جبا هي ذكريات وبطبيعتنا العسكرية جبا هي التي تتفهم قضايا السودان بالدقة المطلوبة التي تسهم وكما تسهم الآن الوساط إخوتنا في قيادة حكومة جنوب السودان يغدمون المبادرات لحل الإشكالات التي تكلمت عنها قبل غليل في صورة يعني في القالب الأعم ترضي جميع الأطراف يعني وهذا هو الدور المنط بالوساطة كم عملت في جبا سابقا أراك تحدث عن ذكريات وأشواق أنا عملت في جبا تزعى سنوات نص متفرغة ست سنوات مرة واحدة وباقية الثلاثة السنوات ونص تقريبا متفرغة ربما هذه خبرة كافية لأن تكون أحد المفاوضين الرئيسيين في ملف حام كملف السلام والله كل المؤسسة العسكرية لها خبرة ودراية بمن نفاوضهم ونعرفهم جيدا ويعرفون جيدا ما بقول نحن نمتلك خبرة لكن نمتلك معرفة بهم قد تغرب وجهة النظر وقد نطرح رؤى مشتركة لأننا نعرف معاناتهم تماما معانات مناطق الغتال معانات أهلنا والشعبنا في أماكن النزاعات نعلم ذلك وعشنا معهم تلك الهموم وتلك المرارات وتلك الأحزان سعة الفريق قمتم بتقسيم مفاوضات إلى أكثر من مسار ما هو في تقديرك أصعب مسار ريواجهكم الآن هي المسارات هي في الحقيقة أجندة للتفاوض نحن في اتجاه للإخوة في الجبهة السورية لأن الغضايا تختلف من منطقة إلى أخرى في غضايا قومية سياسية إدارية يعني حلها يرتبط بكل الوطن الحبيب في غضايا تخص المناطق ذات الطبيعة تختلف عن المنطقة الأخرى حشان كده قمنا باتجاه تكسيم مسار دارفور مسار المنطقتين أيضا في غضايا حملها بعض أبناء المناطق في شرق السودان في شمال السودان في وسط السودان وحتى الغضايا التي لم نتطرق لها أو لم تتطرق لها الجبهة السورية نحن كحكومة إنهب عن بقية شعب السودان في اتجاهات المختلفة تطرقنا لها وسنناقشها وسنضع لها الحلول بإذن الله سعد الفرقة أكثر عقبة يراحي الشارع السوداني أو المراقبين ما يسمى بعلمانية الدولة التي يطالب بها تحديدا الحركة الشعبية جناح الغيد عبدالعزيز الحلو هو حقيقة في مفاوضاتنا وحوارنا مع إخوتنا في الحركة الشعبية قتاع الشمال الأخ الفريق عبدالعزيز الحلو اتفقنا تغريبا على مجمل قضايا الإعلان المزمع توقيعه معهم هذه الأشياء التي توافقنا عليها ليس هي اتفاق وإنما هي التي ستخضع للنغاش كأجندة تفاوض في المسارات المختلفة إذا كان في المسار الإنساني أو في الترتيبات الأمنية أو في غضايا الحكم والإدارة التي هي القضايا السياسية نعم هم طرحوا علمانية الدولة وإلقاء الشريعة الإسلامية أو الأشياء المقابل له حق تغرير المصير نحن رفضنا تماما حق تغرير المصير وهم اقتنعوا بهذا الأمر اقتنعوا ما في سوداني مسلم أو مسيحي يستطيع أن يقول الشعب السوداني إلقاء الشريعة الإسلامية هذا هم الشعب السوداني تخضع الاستفتاء تخضع لمجلس من التخب لكن وازلنا هذا الأمر أيضا لكن كيف نحقق علمانية الدولة العلمانية لها مفاهيم عديدة علمانية الدولة سألناه ماذا تقصدون بعلمانية الدولة فأجاب السلطة الحاكمة ما تستغل الدين للتمييز بين أبناء الوطن الواحد لتدمير مبدأ المواطنة لإحترام الهويات لإحترام القبائل لإحترام الأديان لإحترام المعتقدات لإحترام الرأي والرأي المغابل لتكافأ الفرص عدم التمييز فقلنا لهم سنة السن هذه مبادئ الصورة وهذه القيم التي تربى عليها الشعب السوداني لا تمييز بين أبنائي بسبب الجنس أو اللون أو العنصر أو الجهة أو الغبيلة أو خلافه هذه قيم كل الشعب السوداني نحن نسن ونضع التشريعات التي تغيم هذه القيم على أرض الواقع ونلغي أي غانون أو مادة يتجي في اتجاه التمييز بين أضناء الوطن الواحد ولا زال الحوار في هذا الأمر مستمر مستمرا هل ثمت انتقال بهذه النقاط إلى مؤتمر الدستوري في الخرطوم هو نحن في فهمنا في المجلس الأعلى للسلام بأن الوسيغة التي وقعت بين المجلس العسكري الانتقالي وإخوتنا في تحالف الحزب الحاكم وقوى إعلان الحرية والتغيير هي وسيغة ستضاف إليها كل ما تمخط من اتفاقيات في مسيرة السلام الوسيغتين في المستقبل الغريب سيكونان وسيغة واحدة سنعقد ورش عديدة في كل مناطق السودان وكل هذا الجهد سنقدمه للمؤتمر الدستوري وكل هذا الجهد بما فيه جهد المؤتمر الدستوري سيقدم للبرلمان المتخب إن شاء الله سيكون وسود لدستور دائم للبلاد يتوافق ويتراضى عليه كل أبناء الوطن الواحد سعادة الفريقة شهدنا بعض الخلافات بين الجبح الثورية وقوى الحرية والتغيير ما زباب ذلك في ملف السلام تحديدا نحن حقيقة نحن بادرنا في المجلس الأعلى للسلام لأهمية اشتراك المجلس الأعلى للسلام من ضمن الوفد كإشراف عام المجلس السيادي مجلس الوزراء بصفته الجهة التي تدير دفة الحوار دفة النغاش وأتيام متخصصة من تلك الوزارات ولا بد من مشاركة تحالف الحزب الحاكم لأن هذا السلام له اهتزامات وهؤلاء الإخوة سيأتون بعد التوقيع للاتفاقية إلى داخل الوطن وسيتشاركون مع إخواتنا في إعلان الحرية والتغيير في إنهم هم الحاضنة السياسية الكلية لهياكل الدولة الموجودة الآن الليس هنا وفي الأصل الجفهة السورية هي مكون أساسي من مكونات نداء السودان ونداء السودان مكون متقدم وله تأثير الإيجابي في مسيرة السورة السودانية من ضمن قوى إعلان الحرية والتغيير وأسمع الآن بأن جفهة السورية أصبحت مكون لوحده في تحالف إعلان الحرية والتغيير يعني هم أساسا جزء من إعلان الحرية والتغيير نعم هناك حصلت بعض الإشكالات البسيطة في رواسب اجتماعات وفي أديس وفي مصر وبالتأكيد المناكفات السياسية بين الأحزاب وهي أمر طبيعي حصلت يعني حصلت بعض الأشياء ما أقول عليها إشكال لكن التراشق بين الأحزاب السياسية المعهود يعني في مسيرتنا السياسية ووصلنا لحلها والآن يعني الأمور بينهم بين كل عناصر الحرية والتغيير ضمن الوفد الحكومي هي موجودة في التفاوض وتأدي دورها بصورة طيبة ومميزة ورؤى بناء لقيادة مسيرة السلام التي نادوا بها في السورة المجيدة حرية سلام وعدالة أنا عايز أوضي حاجة بعض الإخوة يريدون أن الكسب السياسي من المعارضة لبعض الإجراءات في مسيرة التفاوض ولإدعاء بعض البطولات لكن الهدف السامي والهدف الذي نمضي فيه جميعنا الوفد الحكومي والجبهة السورية بأن نصل إلى السلام أن نحقق السلام الآن الجو العام يستسوده روح التفاول روح الإرادة والتصميم لتجاوز أي عقبة ماضية أو عقبة أو عقبة ستكون أصنع الحوار لاحقا سنة سنة جاوزة لأنه الهدف الذي وضعناه المبدأ الأساسي في هذا التفاول من أول يوم أن نصل إلى سلام فكلنا فكلنا متوفقين في هذا الأمر إعلان الحرية والتغيير هي جزم الوفد الحكومي ما في أي إنسان بيملع للوفد الحكومي تكوين الوفد حقه ويقتنع بذلك تماما لكن هي زي ما بقوله شنو ما عايز أقول ناس الكورة بقوله شنو دعابة رياضية أو حيزة ما أكتر ما أكتر من ذلك سعادة الفريق لازم نتواصل معك عبر قناة الشروق الفضائية عبر اللقاء خاص مشاهدين الكرام فاصل ونوافق مرحبا بكم مجاهدي قناة الشروق في كل مكان لازم نتواصل وإياكم آمن جبا عاصمة جنوب السودان التي تشهد هذه الأيام مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة لازم في لغاء خاص مع سعادة الفريق ياصر العطى عضو المجلس السيادي سعادة الفريق ربما كمنا نقاط السلام ننتقل في لغاء حاصلة نغاط أخرى وأزل أخرى أبدأ تحديدا بشراكتكم شراكة المجلس السيادي مع قوة إعلان الحرية والتغيير هي شراكة بناءة هي شراكة وصلت لدرجة التناعم وتغديم الأفكار والرؤى البناء أصبحنا لا نجعر في الآراء بأن هذا مكون عسكري أو مكون مدني إطلاقا أصبح مجلس السيادي وحدة واحدة رأي واحد حقيقتنا الإخوة في مجلس السيادي يعني يتميزون بحنكة ودراية وحكمة تكاملت مع الأشياء اللي عندنا كمكون عسكري وأنا دائما أرى في الاجتماع كأن مجلس السيادي هو الشخص واحد أيضا انتغل هذا إلى الإخوة في مجلس الوزراء أيضا اجتماعات مشتركة عديدة وتجاوزنا كل الأشياء النفسية والآن انطلقت مسيرة حقيقة يعني تكاملية بين مجلس السيادة ومجلس الوزراء وللحق يغالي يعني ساعدت كثيرا حنكة دكتور عبدالله حمدوك دولة رئيس الوزراء في إزالة بعض الجليد الذي كان يتخيله البعض يعني أيضا تكاملت الأدوار وتوسعت ولي اجتماعات مشتركة بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء ومكونات إعلان الحرية والتغيير وفي هذه الاجتماعات حقيقة هي بدت الخطوات الأولى للتحقيق أهداف الصورة الحقيقية في هذه الاجتماعات الآن يعني هي منظومة واحدة منظومة الدولة الحاكمة من المجلس السيادي من المجلس الوزراء وإعلان الحرية والتغيير هي أصبحت منظومة واحدة فكري واحد أهداف واحدة توجه واحد نحو التحقيق كله أهداف الصورة كله طموحات الشعب السوداني وبإذن الله سأتمد المسيرة بصورة أفضل سنتقل من مرحلة إلى مرحلة أطمئن جميع الشعب السوداني بأن الصورة آمنة أهداف الصورة تم وضع الخطط اللازمة لتحقيقها فالاختصاد الآن الناس كلها بتبني في اتجاه العمل على حل الأزمات في معاشى الناس في المواصلات في كيفية الخروج من عنق الزجاج الاقتصادي بمرنامج ازعافي وأهداف مستقبلية فالأمر إن شاء الله كله تحت السيطرة وستطمض المسيرة بإذن الله دون أي عقبات نحن غادرين على حل الأزمات لو تجاوزها الشعب السوداني ساعة الفرقة يتحدث عن فشل حكومة حمدوك للضايق المعيشية عدد من المشاكل الاقتصادية التي كانت قبل سقوط الإنغاز ومستمر حتى الآن الآن أقول بصدق حكومة حمدوك وقبل ساعتين تقريبا كنت أشاهد في لقاء أحد عمالقة الصحافة السودانية تحدث عن عدم وجود رؤية للتعافي الاقتصاد السوداني في حكومة حمدوك هذه الرؤية بالتأكيد للأخوز المالية والغيطاء الاقتصادي ما هي الشرى في وسائل الإعلام لكن أنا على غناعة وتلمست وغرأت وتحاورت في اجتماعات عن الرؤية الاقتصادية الآن تغريبا هناك حلول في السيطرة على 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 كل التعزيز حصائل الصادر الليلة هناك السياسات بدت في التنفيذ عبر خطة معينة للسيطرة على إنتاج الدهب بأزعار تحفيزية وهناك آمال وخطط لوضع لعمل مسبك للدهب وبورصة حتى يكون العائد لصالح الشعب السوداني في وزارة المالية هناك التعزيز والسيطرة على على تهريب الموارد الرئيسية البقى منها عائد لوزارة المالية هناك حل الجاري لمشكلة وأزمة المواصلات هناك خطط رغابية للتهريب ولوصول ما يحتاج من المواطن إلى الأحياء وإلى الوقود إلى الترمبات الدقيق إلى المخابس هناك خطط جارية التنفيذ الآن فما عارف الناس بيقولوا حكومة حمدو فشلت ما هما ممكن بيضع خطة طموحة زيدي وتتحقق بكرة أو بعد بكرة هل هناك مدة زمنية لتنفيذ هذه الخطط والله هما عملين لها جد ولا أنا ما أذكر تحديدا لكن يعني إذا 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 شفنا ما يحتاجه المواطن إذا راجعنا الأزعار إذا شفنا أزمة المواصلات كل يوم يعني بتنتغل تدريجيا كل هذه الأزمات نحو الانفراك نتمنى أن يتعافى الاقتصاد السوداني سعدت الفريق بعض عناصر النظام السابق يقبعون بكوور دون توجيه تهم لهم حتى الآن لا هناك في الأول كان هم رموز النظام نحن مسكناهم بموجب غانون الطواري لكن الآن تقريبا كلهم وجهت لهم تهم والآن هم ليست تسيطرة أو اعتقال بموجب غانون الطواري وليست بالمجلس السيادي وإنما بالغضاء والعدل والنيابة جميعهم وجهت لهم تهم تقريبا كده تقريبا سعادة الفريق قبل يوم أو قبل يومين أعلنت لجنة فضل الاحتصام بيان أيضا الشارع أو الشعب السوداني يرى أن النتائج التحقيق تأخرت كثيرا نحن كعسكريين ومتهمين نستعجل هذه النتائج بكل صدق لأن في بعض الإخوة حاولوا استثمار هذا الأمر لكذبوا إدعاء بطولة زائفة هم يعلمون يعلمون تماما ما جرى في صحة الاحتصام يعلمون ومغتنعون تماما بأن المجلس العسكري دعا كل القوى الأمنية الموجودة ودعا الغضاء والنايب العام السابق وجلسنا مع غيادات الشرطة والأمن وكذا حتى تنسيقية تنسيقية الميدانية لإعلان الحرية والتغيير أوضحنا لهم وأمنوا على ذلك بضرورة 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 الفضل منطقة كولومبيا لماذا منطقة كولومبيا لأننا نعلم العناصر الموجودة في هذه المنطقة ليست لها علاقة بالثورة الممارسات التي كانت موجودة في منطقة كولومبيا ليست هي من شعارات الثورة وصلتنا معلومات عن إدخال لأسلحة من جهات أخرى إلى هذه المنطقة وهذه المعلومات وصلتنا من تنسيقية الميدانية لإعلان الحرية والتغيير وأيضا من جهات أمنية أخرى المنطقة كولومبيا ومنطقة الجامعة جامعة الخرطوم بالتحديد كليت الهندسة فالاحتداء على المواطنين في هذه المنطقة يتم بصورة ما دير أقول عليها وحشية لكن بصورة مستفزة لكل سوداني وضعنا خطة لفض منطقة كولومبيا شاركت فيها قوات الشرطة تحميها قوات عسكرية من الجيش ومن قوات الدعم السريع ليس فيهم أحد يحمي البندقية فيها طلقة واحدة بوجود النيابة وعملنا كل الترتيبات لعدم جرح مشغط لعدم جرح أي فرد في منطقة كولومبيا نفسها اعترانه فتح بلاغات لانتحاق الحق العام وممتلكات المواطنين بالإضافة للمخدرات وكل الممارسات التي تجري في منطقة كولومبيا والكل كان يعلمها تماما بدأ التنفيذ أنا آخر آخر عضو من المجلس العسكري يومها ليلا خرجت من القيادة العامة كل بغية الأعضاء آخر خرج أمامي الأخ آخي الكريم شمس الدين كباشي وأنا خرجت بعضه بدأ التنفيذ ودخلت غوات أخرى دخلت غوات أخرى ليس لها علاقة بتأمين مكان الاعتصام ليس لها علاقة بفت كولومبيا ليس لها علاقة بحماية القيادة العامة أو حتى المنشآت الحيوية في منطقة الخرطوم دخلت غوة أظنها من الدعم السريع في منطقة تدريبية خارج أمدرمان أتت بتعليمات ضابط الضابط الآن متحفز عليه حتى إنه مدير عمليات قوات الدعم السريع قابلوا تقريبا جنب بداية شرع المطار ما بين البيت الرئيس وبين الجهاز الأمن والمخابرات تقريبا وقال ليه القوة دي جيبتها من مين القوة دي جاي ليشنو قال ليه والله جيبتها أساعدكم في فضل الاعتصام الاعتصام قال ليك دي هضايين في الضمن رجع الغوة دي الآن المركز بتاعه دي العساكر المشتجدين تحت التدريب تحت التدريب هم الشائلين العصي والسيطان الدخل المنطقة الاعتصام قال لي والله أنا رجحت العربات قال لي حسي وديها الصحة الخضراء لحد ما أنا قال ليك عربات ترجعة دخل أظنه بالمطار بورا بقاعة التنس وخرج بقادي واختحم المكان بتاع الاعتصام ما بين صينية بري والنفق دخلت غوات أخرى هي كلها تحت التحفص في ضباط هم أمروها دائما دائما كل ما نصل لاتفاك أثناء المفاوضات مع إعلان الحرية والتغيير تصهر مشكلة مشكلة تمانية رمضان الضرب من قسر البحر الحديد لتغويد الاتفاق الضرب من غصر الشباب والأطفال في اتجاه كبرى ومدرمان بتاع الحديد والأصوب فيه أفراد دعم سريع وبعد المواطنين كان لتغويد مسيرة الاتفاق التي شارفت على الانتهاء كل الأحداث الدامية التي حدثت كانت لتغويد هذا الاتفاق من الذي من الذي يستفيد من تغويد الاتفاق بين المؤسسة العسكرية وبين قوى إعلان الحرية والتغيير وفي خدم ذلك في بعض عناصر من قوى إعلان الحرية والتغيير حاولها التكسب من هذا الأمر سياسيا وخلق بطولات وإدعاءات أنا شخصيا أقبل المحكمة مش دولية من أي مكان أنا شخصيا وأساطي لمكان المحكمة بحر مالي ونحن نغاتل لعشرات السنين حفاظا على هذا الشعب السوداني أعراف وتغاليد الجيش السوداني إنه ما في بندقية بتتوجه إلى سطر الشعب السوداني قائد قوات الدعم السريع أمام الرئيس السابق وكل الحاش يفتعته ورجالهم الأغوياء رفضت أي تكليف أو أي مهمة تتعلق بفضل أي مظاهرة أو أي مسيرة الشعب السوداني محمل المجلس العسكري وقوات الدعم السريع مزولية فضل الاحتصام نحن كنا الحاكمين مش فضل الاحتصام إذا أي شاب أصيب أو غوتل في الجنينة في كريمة في سنكات في الروسيرس نحن المجاولين نحن نتحمل نتحمل المجاولية لكن هل نحن الذين أصدرنا الأوامر أو نحن الذين فكرنا لحد قبل فضل الاحتصام بثلاثة أربع يوم نحن أو قبل أسبوع سمعنا بأنه الحرية والتغيير تفكر في نغل الاحتصام إلى الساحة الخضراء أو الساحة الحرية الآن نحن أوصلنا لهم رسالة مباشرة بأنه الاحتصام أمام القيادة هو حماية للصورة وحماية لإعلاء الحرية والتغيير والصورة وحماية للمؤسسة العسكرية من تنفيذ أي عمل مضاد عسكري ضد السورة قبل فضل الاحتصام بيومين أخونا الأخ حميتي ذكر لي لابد من التنبيه الغادة بتاع العالية الحرية والتغيير بعدم نغل الاحتصام إلى أي مكان آخر الاحتصام يكون في الوقت الحالي في مكانه لحد ما نقدرنا السيطر على كل الدولة من الناحية الأمنية بعد ذلك إذا دالين يقولون وصلت هذه المعلومات تماما وهم يشهدون بذلك تماما والاتهامات ما موجودة لكن الآن الآن تقريبا يعني كل الناس عفت كل القادة في إعلان الحرية والتغيير يعلمون تماما من الذي أمر بالفضل الاحتصام ومن الذي حرك الغوار ومن الذي كان يريد بكل الحيل الإنقضاء على الصور بإنقلاب لكن لابد من تشويف صورة المجلس العسكري في ذلك الوقت حتى يتم تنفيذ كل المخططات للصورة المضادة إذن ستعمل هذه اللجنة بشفافية وتقدم الحقائق للرأة العام سوداني والله لا أعلم مسيرة اللجنة وصلت إلى وين ولا أتابع لا سؤالا لا غراءة في وسائل الإعلام سير اللجنة لكن أنا أتمنى أتمنى إذا الشعب ما قبلان هذه اللجنة أنا أطلب من الأخ الرئيس الوزراء عمل اللجنة من كل بلدان العالم يجب هنا لا يحقق وبكل بكل الإمكانيات نحن كنا في الأول نقول سيادة البلد الغضاء السوداني وكذا وكذا لكن الناس أسأت الفهم لهذا الأمر زي أن نحن دائرين نتملص من مزئولية أو نحن عندنا أشياء ممكن يلقاها غضاء عادل أو تحقيق عادل غتوضح صورة بأنه في جزء مننا أمر بفضل اعتصام لكن الحقيقة هي باينة بأنه هناك جهات هي دخلت هذه القوات بدون أوامر من قيادة الدعم السريع أو من المجلس العسكري وزي ما قال أخي كباسي وحدث ما حدث هذه الحقيقة أنوه إلى مشاهدين الكرام أن هذا اللقاء يتم تسجيله بمدينة جبا حاضر جنوب السودان التي تشهد هذه الأيام مفاوضات الحكومة مفاوضات السلام بين الحكومة والحركات المسلحة سعادة الفريق ياسر العطى الخرطوم تشهد لان تفلتات أمنية هي التفلتات الأمنية 30 سنة من الكبت الحرية ما نضجت في تصرفنا وفي سلوكنا مدنيا هي السلوك يفرق ما بين أبناء المدن وما بين أبناء الريف وكلنا جزرنا من الريف المدنية هي السلوك المتحضر لكن نحن قادرين ما أدر أقول بس هيبة الدولة هيبة دولة الثورة وبسط الأمن نحن قادرين على ذلك كما أدعو أيضا لتنسيق وإن شاء الله سيكتمل ما بين الشرطة السودانية الشامقة ما بين لجان المقاومة في الأحياء من أجل بسط الأمن المجتمعي في الأحياء وسنصل للسيقة التوافقية مع لجان المقاومة إن شاء الله في كافة أرجاء بلادنا الحبيبة سعادة الفريق هل هناك دولة عميقة؟ والله الدولة العميقة أنا أعرف قبل الإنقاس كان في تحضير للسيطرة على مفاصل الدولة ثم تم تنفيذ إنقلاب 30 يونيو وبدأت الخطة في مسك المال لجهة حزبية واحدة لشل قدرة بغية الأحزاب بدأ كل تغريبا مؤسسات الدولة السيطرة على أماكن الحساسة فيها والأماكن المفصلية في كل الخدمة المدنية في كل النظام المصرفي في المؤسسة العسكرية نفسها بناء جهاز أمن المخابرات يخضع لسلطة الحزب بنسبة كبيرة جدا الشرطة أيضا يعني تم تغويض القومية بصورة كبيرة داخله كل مؤسسات الدولة فإذا سميتيها هذا دولة عميقة فأنا أقول نحن قادرين على بناء دولة الشعب دولة الغانون دولة الشعب وليس دولة الحزب وماضين في هذا الأمر بإذن الله بإذن الله سعادة الفريغة أختم معك هل تتفائل بنجاح الحكومة الانتقالية أتفائل بنجاح الحكومة الانتقالية نجاح كبير جدا ومنقطع النظير وترسخ لديمقراطية مستمرة أتفائل بتحقيق السلام العادل الشامل الذي يجمع كل أبناء الوطن الواحد داخل حضن الوطن الحنين الدافي أتفائل بتأمين هذه الصورة وعدم الانقلاب عليها ومن أي جهة كانت سنغادرين على تأمين الرغبات الشعب السوداني تماما وهذا بكل الصغة أشكرك جزيلا سعادة الفريق ياصر العطى عضو المجلس السيادي كنت ضيفا عزيلا عبر رقاء خاص شكرا لكم إخوتي في غناة الشروق من جوبة جبيلة الزاهية حاضرة جنوب السودان التحية والتغدير لكل قادة دولة جنوب السودان الأشقاء وكل عام والثورة المجيدة تحقق إنجازاتها وكل عام والشعب السوداني ماضي في تحقيق غاياته وأهدافه وكل عام والسودان أكثر قوة أكثر بنعة أكثر عزة مشاهدين الكرام كل عام وأنتم بخير كنتم في الغاء خاص مع سعادة الفريق ياصر العطاء عضو المجلس السيادي من جوبة في أمان الله اشتركوا في القناة